تهياني ضالية للمرأة المحامية وجودنا هنا وسط هذا الحضور القوي والمتميز لجموع المحاميات والمحامين المغاربة من مختلف هيئات المملكة شباب قيدومين بمختلف المشارب والإيديولوجيات بل منهم من ينتمي لأحزاب الأغلبية ومنهم من ينتمي لأحزاب المعارضة ومنهم غير المتحزبين والمتسيسين الكل هنا لهدف واحد المساهمة في الدفاع عن تشريع وطني قوي تشريع يسير المصار الديمقراطي لوطننا الحبيب ملاعمة لمبادئ دستور المملكة وللمواتيق والمعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب خاصة مبدأ الحق في الولوج للعدالة دون تمييز بين المواطنات والمواطنين المغاربة فالمحاميات والمحامون لطالما كانوا دائما في قلب التحولات التي شهدها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم سواء كانت هذه التحولات إصلاحات تشريعية أو قانونية أو كانت داخل الأحزاب السياسية أو المؤسسات الدستورية أو من خلال المجتمع المدني هذه رسالتهم التي تواتروها وتواترت عليها أجمال أجيال المحامات فالمحامون كانوا دائما في الرياضة الرياضة التي حاولت جهات تبخيسها وكسر شوكتها وتقويض والتقليل من مكانتها في فضاء العدالة فالتقليل من أهمية دور المحامي والمحامية هو تقليل لشروط المحاكمة المعادلة هو تقليل للنجاعة القضائية هو تقليل للمصاري الديمقراطي لعهد حديث عهد محمد السادس عهد التجمع عهد التصالح المجتمعي عهد الإنصاف والمصالحة عهد إحقاق الحق والقانون الحق في التقادي هو حق يضمنه الدصر في مادة 218 لكل شخص الحق في الدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون وهو حق لا يجوز بأي حال من الأحوال تقويضه بترهيب الغرامات أو بتسقيف الولوج إلى المحاكم أو رجعية أحكام نهائية أو الاستعانة بالدخلاء لا نعرف أصلهم من فصلهم الأمن القضائي والمساواة أمام القانون هي أهم دعائم الإطمئنان أمام العدالة فلا يستقيم التمييز بين المتقادين والقول بعد ذلك تشريع أصلح للمواطن كما أن أي تشريع لا يمكن أن يحقق التوازن والتكامل العائد والمرج منه بدون نهج المقاربة التشاركية والتشاورية سواء مع المؤسسات الشريكة أو من خلال المجتمع المدني المجتمع المدني الذي أريد له بدوره تقييده في مشروع قانون مستر الجنائي المرتقب تقييده في الترافع وفي الترافع الاستراتيجي لصالح المطن ولصالح المواطن فما فائدة وجود جمعيات المجتمع المدني إن لم تتبع وتعاين وترسل شوائب المجتمع وما فائدة وجودها إن لم تكن لها المكنة الترافع أمام المؤسسات القضائية وما فائدة إعطائها الأهمية والتأكيد على دورها في دستور المملكة إن لم تترق باب القضاء عند الضرورة التشاور والتشارك من المبادئ السامية في دستور المملكة وقبل دستور المملكة في ديننا الحنيف قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صورة العمران فلترسيخ هذين المبدأين تم تأسيس العديد من المؤسسات دستورية كمؤسسة الوسيط المحكمة دستورية المجالس الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الاقتصادي والشماعي والبيئي وبالمناسبة سيد نقيب رويبح كذلك هذا المجلس صدر تقريراً مؤخراً في مشروع الإضراب وكان تقريراً رصد فيه الإخلالات الحقوقية والمبادئ الدستورية وأنا أرى إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الأكثر وتخصصاً في إعطاء استشاراته وتوصياته بقانون مستر المدنية عوض مجلس المنافسة الذي له بعد تجاري كما قال السيد نقيب رويبح يحكم مبدأ العرض والطلب ولا مجال لإسقاط توصياته على قانون مستر المدنية حسب رغبة المسؤول الحكومي وقبل هذه المؤسسات التشاور مع المهنيين والمختصين والمتخصيين الذين ينشطون في المجال المراد تشريع له فالتشاور والتشارك بهذا المنطق هو أمر حتمي وليس منّاً أو تفضلاً بل ضرورة لتعزيز المصاري الديمقراطي للمملكة فالتعالي والأنانية في التشريع لا يمكن أن ينتج قاعدة قانونية سليمة بغض النظر عن الجدال الذي خلقه قانون مستر المدنية لاحظنا مؤخراً عديد من القوانين والقوانين التنظيمية التي أتم إسقاطها بشكلٍ فوقي قانون أو النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم النتيجة ماذا كانت؟ كانت تعطيل مؤسساتنا التعليمية لشهور ولشهور ولولا لطف الله والركون الحكومة إلى التشور في آخر المطاف لكانت ضاعت سنة بيضاء من أبنائنا التعنت في التشور والتشور هو ما يطبع العلاقة الحكومة والجهاز الماني بكلية الطب لحد الآن سنة ضاعت من عمر أطباء المستقبل انعدام التشور والتعالي انعدام التشور والتعالي هو ما شلم حاكم المملكة لوقتٍ غير وجيز بسبب إضراب رجال ونساء كتاب الضبط التشور والانعدام التشور والتكامل والتشارك هو ما طبع إخراج قانون أو مشروع قانون دمج صندوقين احتياطياني الشيماعي اللي هم للسينيسيس أوكنوبس والاتحاد العام للشغل أصدره مؤخراً بلاء لا يتمن بل يؤكد أنه لم يتم التشور معه وهناك عدم التزام الحكومة بمبدأ الحوار الشيماعي أقول وأعيد أن التشور والتشارك من المبادئ الدستورية التي دأب عليها أعلى هرم في البلاد ملك البلاد منذ توليه الحكم ركن إلى مبدأ التشور والتشارك وهذا ما قاب به في تعديل مدونة الأسرة في 2004 وبعد عشرين سنة نجده يركن إلى نفس المبدأ في تعديل المرتقب لمدونة الأسرة وخصصاً لذلك لجنة مشتركة تضم المتخصيصين في هذا المجال للأسف تم إقصاء شريك أساسي اللي هو جمعيتي آت المحامين للمغرب في هذا المقتدى وأقول أن التشارك والتشور ركنى إليه ملك البلاد وكانت في اللجنة التي تم تخصيص أنها تنظر في هذه التعديلات وزير العدل كان في هذه اللجنة واستمع هو بدوره لما يفوق ربعلاف جمعية مدنية من المجتمع المجدني في المغرب وأباء لا يركن إلى نفس المبدأ في قانون المصطراء المدنية وغلب منطق أو اتجأ لمنطق الأغلبية لقانون عمر لأكثر من خمسين سنة خلف وراءه ورصيد فقهي وقضائي يصعب التراكم مثله ولو بعد قرن لركاكة النص التشاور والتشارك هو تعزيز لشعور التقى بين المواطنين تشيع المحبة والألفة في المجتمع يمنع احتكار الرأي يعمق مفهوم المساواة بين الناس والمساواة بين الجنسين قولاً وفعلاً وتشريعاً وعلى ذكر المساواة فرغم أن دستور المملكة أقر المساواة في الفصل 19 منه بين الجنسين لأزيد من 12 سنة إلا أن التشريعات والقوانين التنظيمية لوطننا الحبيب لا زالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة قوانينها مع مبادئ الدستور وخاصة الفصل 19 منه وهي مناسبة أستغلها ويستغلها منتدى المحامية المغربية وأتوجه إليكم سادة النقباء زملاء الكرام أن تبادروا إلى ملاءمة قناعاتكم وقوانينكم الداخلية مع مقتضيات المادة 19 من الدستور حتى لا نلوم المشرع بقناعة لا نؤمن بها